فإذن خلينا نتعامل أولا مع السؤال الأول من أين تأتي التجارب بحسب يعقوب أنه التجارب تأتي من الشيطان فالشيطان واحدة من أسماءه هو المجرب وهو المغوي وهو المشتكي على الإخوة فالشيطان هو عدو النفوس والشيطان يكره الإنسان لأنه بكل بساطة الإنسان مخلوق على صورة الله صورة المسيح يعني بيكره صورة المسيح الموجودة في داخلك فالشيطان أحبائي يستخدم عدة أمور يستخدم أولا الخداع كما ابتدأ في تكوين ثلاثة واحد قال الشيطان لحواء أحقا قال الله أول جملة قالها الله وحد ثلاثة تكوين وحد ثلاثة وقال الله ليكن نور أول جملة تكلم فيها الشيطان في إصحاح ثلاثة الآية الأولى أحقا قال الله فالشيطان هو الكذاب وهو المكار وهو أحبائي أبو كل الكذابين وهو عدو النفوس كما قال الرسول بولوس عن المعلمين الكذبة أخاف عليكم أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فالشيطان مخادع الشيطان مكار الشيطان هو عدو النفوس فالشيطان يقاوم طرق الله ودائما يحاول أن يفسد سبل الله فيستخدم أو يعمل الشيطان أولا عن طريق الخداع ثانيا الشيطان يعمل عن طريق الابتلاع يقول رسول بطرس في الإصحاح الخامس الأولى الإصحاح الخامس والآية الثمانية اصحوا اصهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان فإذن الأسد دايما بيهجم على الخروف أو الثور أو أي أو الغزال اللي بيكون منفرد عن القطيع فبيستفرد وبيفترس وبيبتلع فلهذا السبب بحذرنا الكتاب المقدس أن إبليس يجول يعني عم بيعمل عم بيدور من مكان إلى مكان عنده أعوان عنده أجناد الشر الروحية عنده شياطين عنده كل أنواع التخصصات وكل أنواع الشياطين اللي بيستخدم الشياطين لخطايا كثيرة ولإغراءات كثيرة ودايما بيستفرد في الشخص المتوحد أو الشخص المنفرد أو الشخص المنعزل حتى ينقض عليه وحتى يفترسه فالجواب يقول فقاوموه راسخين في الإيمان ثم أحباء الشيطان يعمل عن طريق الإقناع فدايما يتعامل عن طريق الذهن ويصوب السهام إلى الذهن ثم يبني الحصون وهذه الحصون تصبح سدود وتصبح موانع شديدة فالكتاب يقول بهذا الموضوع أنه هادمين حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عنصيان متى كملت طاعتكم وكم من الناس التي جربت وسقطت عن طريق أحباء الإقناع فالشيطان عنده أسلوب وعنده خبرة آلاف السنين اللي بيستخدمها حتى يقنع الناس إلى الشر ثم أحبائي شيء رابع بيستخدم القناع يعني التزيف وللأسف حتى الكتاب المقدس بيتكلم عن رسل كذبة يعني لأنه الشيطان يغير شكله أحيانا أحيانا بيظهر كأنه ملاك نور يعني بيجمل بيزين بهذب كل الصورة والبارعين في هذا الموضوع هم المعلمين الكذبة واللي بيقودوا الضلالات أو الديانات المزيفة اللي بتقنع آلاف بالملايين وبيقودوها إلى الجحيم بسبب القيادات ففي قناع وهذا القناع بزيف بغير الشكل يبدو أنه جميل من الخارج شكل ملاك ولكن من جوه شيطان لئيم مكار خادع كذاب وأبو كل الكذابين طريق المسيح بالعكس يعني المسيح نأتي إلى المسيح عن طريق الاستماع إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله عن طريق الاقتناع بكلمة الله ثم الامتناع الانفصال يعني عن العالم ثم الانصياع لتعليم وأوامر المسيح والاتباع فالاتباع يسبق الاستماع والاقتناع والامتناع والانصياع حتى تكون تابع ليسوع المسيح فتبعية المسيح فيها ثمن أحبائي المسيح لم يجمل ولما يعد طريق مفروش بالورود بل تكلم بكل وضوح أنه أي شخص عاوز يتبع يسوع المسيح لازم ينكر الذات يحمل الصليب وما يكونش أي أولوية أولى في حياة الإنسان بل يكون المسيح الأول والآخر في الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر